إعلان الحكومة الكويتية عن قرار الاستمرار في منع مجيء الأجانب جواً جاء قبل أقل من ساعتين عن الموعد المحدد سلفاً لعادة فتح المطار هذا القرار يكرس حظر وصول غير الكويتيين الذي استمر أسبوعين كإجراء احترازي لمكافحة تفشي كورونا من هذه القرارات هو منع الركاب غير الكويتيين من دخول دولة الكويت حتى إشعار آخر وكذلك الالتزام بجميع الاجتراطات الصحية وتطبيق بي سي آر على جميع الركاب القادمين وإبراز هذه الشهادة إضافة إلى فحص جميع الركاب القادمين إلى مطارك الدولي قرار كانت له آثار سلبية على الكثيرين خاصة القادمين من 35 بلداً مصنفاً بعالي الخطورة والذين ما زالوا عالقين منذ أسابيع بدول أخرى يتحملون مصاريف ثقيلة في انتظار دخول الكويت أما الكويتيون العائدون فسوف يخضعون لحجر صحي مؤسسي يستمر أسبوعاً على نفقتهم الخاصة وآخر منزلي لأسبوع آخر من تبعات القرار الجديد إصابة أصحاب الفنادق والقطاعات المرتبطة بالسفر بخيبة أمل جديدة بعدما كانوا يستعدون لاستقبال المسافرين عقب ركود شبه تاماً استمر قرابة العام شهرياً إحنا قاعد نخسر مكاتب السياحة السفر تخسر ثمانية مليون دينار كويتي شهرياً وإحنا نصار لنا أشوفي من فترة الأزمة لغاية الآن أجاراتنا يعني شون نقدر ندفعه تسلفنا كثر ما نقدر عندنا موظفين يعني تخيله كل مكتب له عنده خمس موظفين مو عشرة خمسة وهذه اللي عندهم أسر ومعاشاتهم توصل لهم ولا ما توصل لهم يعني أنا أرجو الالتفاة من الحكومة إلى مكاتب السياحة السفر نزل حزم اقتصادية تساعدهم في قروض الحكومة التي أغلقت الأندير رياضي والسالونات قبل أسبوعين وعطلت الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً تستمر في حملة التطعيم قرارات حكومية متسارعة ومربكة في بعض الأحيان تقول الحكومة إنها تهدف إلى محاصرة تفشي الوباء قبل أن يفلت من السيطرة قرارات ربما تخفف أو تشدد بناء على توصية السلطات الصحية وسط تفاهم من البعض وتذمر من آخرين يأنون تحت وطأتها سعد لانزيس كانز عربية الكويت ترجمة نانسي قنقر